هذا ويستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الأحد أكثر من مليون ومائة وثمانية وستين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليون ومائة وثمانية وعشرين ألف شخص هذا وتلقى الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من ثلاثمائة وثلاثة وستين ألف شخص